لم يتأخر كثيرا المحافظ واسط والقياد في التيار الصدري عادل الزرقاني في كتابة منشور على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك فالرد على التقرير بثته قناة الرافدين الفضائية يكشف فيه عن قيام ميليشيا سراي السلام التابع لمقتد الصدر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مدينة الكوت في محافظة واسط بأوامر مباشرة منه وهو الاتهام الذي ورد في شهادة المتظاهرين أنفسهم من أهالي واسط إذ أنكر الزرقاني في منشوره إصدار أوامر لميليشيا سراي السلام بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل عدد منهم وكتب الزرقاني في ثنايا هجومه على قناة الرافدين أنها قناة معروفة التوجه وهي فعلا معروفة التوجه فقد كانت منذ انطلاقتها في الخندق المناهض للغزو الأمريكي ومشروعه السياسي والأحزاب والميليشيات التي دفع بها الأمريكيون إلى سدة حكم العراق الجديد كما كانت مع كل الحركات الشعبية العراقية بدءا من المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأمريكي والحركات السلمية الأخرى مثل ثورة 25 إشباب والاعتصامات في المحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 وتظاهرات البصرة عام 2018 والتظاهرات الحالية التي انطلقت في الأول من تشرين أول الماضي وما زالت مستمرة ضد أحزاب السلطة كما كانت كل تغطيات قناة الرافدين وبرامجها منصبة على فضح الفساد المالي والإداري الذي أنهك العراق وجوع شعبه وهذا هو التوجه قناة الرافدين الفضائية المصر عليه فمن الطبيعي أن ينزعج قارة الميليشيات والأحزاب الطائفية وأرباب الفساد في العراق من خطاب القناة المنحاز إلى آلام وأمل الشعب العراقي الذي يقود مواجهة شعبية سلمية ضدهم كما يقدم منشور الزرقان دليلا واضحا على أن قوى السلطة وزعماء ميليشياتها يتابعون قناة الرافدين وما يبث فيها من محتوى إخبار ضدهم برغم كل محاولاتهم في تشويه صورة وسمعة القناة عند الرأي العام العراقي ومحاولة صرفه عن متابعة القناة التي أصبحت من النوافذ الإخبارية الرئيسة للشعب العراقي وللعرب في معرفة ما يجري من أحداث ووقاع وانتهاكات وجرائم في العراق